هنتكلم عن الهويات ومعنى كلمات هابز وفوكابلري هابز يعني هويات وفوكابلري يعني معنى كلمات فيشنج اللي هي هوية الصيد رايدينج هورس ركوب الخيل أو ركوب الحصان رايدينج هورس ركوب الخيل هواية برضك هواية ممارسة السباحة سباحة رايدينج بايك ممارسة ركوب الدراجات هواية برضو رايدينج بايك فلاينج اقايت فلاينج اقايت يعني يطيار طيارة أو هي بتحب الطيارة التيارة هواية عندها هي بتطيار ايه فلاينج اقايت سيرفنج ذا ويب سيرفنج ذا ويب يعني بتتصفح الانترنت تتصفح الانترنت عملة تقلب مثلا بتشوف اخبار بتشوف معلومات عامة مثلا حاجة تستفيد منها معلومة ثقافية او اي حاجة دروينج دروينج الرسم هواية الرسم دروينج الرسم واتشنج تيفي واتشنج تيفي مشاهدة التلفزيون في ناس هوايتها ان هي تحب تقعد تتفرج على التلفزيون واتشنج تيفي مشاهدة التلفزيون جوينج تو زا سينيما جوينج تو زا سينيما في ناس كتيرة جدا بتحب تروح السينيما جوينج تو زا سينيما كوكينج كوكينج يعني طبيخ ناس هوايتها الطبيخ تحب تقعد في المطبخ تطبخ وتعمل اكل جميل ترافلينج ترافلينج اللي هو السفر وفي ناس برضو هوايتها ان هي تحب تسافر وتروح اماكن كتير مختلفة وتتعرف على ثقافات مختلفة وحضرات مختلفة شوبينج شوبينج اللي هو تسوق شوبينج طبعا مفيش حد ما بيعملش شوبينج كلنا بنعمل شوبينج ووكينج وز ادوغ نتمشى مع الكلب او نتفسح مع الكلب نهو الكلب نديني الناس بقى المرفهة اللي هي بتعمل كده ووكينج وز ادوغ التمشى مع ايه؟ مع الكلب بلاينج فون جيمز بلاينج فون جيمز يعني هواية لعب ألعاب التليفون ألعاب بقى الفيديو جيمز والحاجات ديت اللي هي على الموبايل وكده جيمز كتيرة طبعا فاير فايتر وبوبجي وألعاب كتيرة مختلفة تاونشيب برضو مزرعة ألعاب كتير حلوية ريدينج ريدينج الكراءة هواية الكراءة في ناس هوايتها الكراءة ريدينج الكراءة ودي من الهوايات الجميلة جدا طبعا ان احنا بنقرأ كتير ونشغل دماغنا ونفهم احاجات كتيرة فدي حاجة حلوة جدا هنجنج اوت ويز فرينس هنجنج اوت ويز فرينس يعني الخروج مع الاصدقاء بنخرج مع اصحابنا بنقل برا مع بعض بنقضي يوم جميل ممكن نسافر سوا نروح اسكندرية مثلا نقضي يوم ممكن نروح الغرداء شرم طبعا الاثنين الاخرينين دول ايه ما بقوش موجودين دلوقتي بسبب ايه بسبب الدنيا والغلاء والحاجات دي بس هو اللي ممكن شوية اللي هي اسكندرية لان اسكندرية طبعا ايه يعني معقولة بالنسبة لنا وكده الرينج بتاعها مش عالي قوي دانسنج دانسنج اللي هو الرأس دانسنج اللي هو الرأس دانسنج اللي هو الرأس في ناس هوايتها الرأس في رأسات طبعا كتير يعني ناس معروفة بقى في الرأس طيب ميكينج فيديوز ميكينج فيديوز ميكينج فيديوز يعني بيسمع فيديوهات ميكينج فيديوز في ناس هوايتها ان هي تفتح لايف وتعد قدام الموبايل وتعد تصور نفسها وتتناقش في مواضيع مختلفة في ناس تحب تتناقش في مواضيع مختلفة في ناس تحب تشكهمها في ناس تقولك انا بيضت شقة حماتي وتاخد اربع مليون مشاهدة عادي يعني بيضت شقة حماتها وفي واحدة تقولك مترميش قشر البطيخة علشان جزك ما يطلقيش حاجات كده يعني الله اعلم مش عارف بصراحة بيصوروا حاجات كده يعني في ناس فعلا بتعجبني برضو بالنسبة لي يعني انا كمستر هازم بيعجبني الفيديوهات اللي هي الثقافية اللي هي بيروح اماكن مثلا يحكي لك مثلا عصر الممليك يحكي لك مثلا الدول الاوروبية زمان التاريخ اموما يعني انا مهتم بالتاريخ جدا وهي بحب برضو الحاجات المختلفة والتنوع في ثقافات التعرف على الجديد برضو الموضة الحاجات اللي هي الجميلة دي برضو الحاجات اللي هي مثلا ايه تشد الواحد فيه انواع اكل فيه انواع برضو فواكه الواحد برضو يحب ياخد فكرة اه اخبار عموما بشكل عام مثلا اي اخبار مثلا برضو بتبقى مهمة جدا بعد كده عندنا تيكينج فوتوز تيكينج فوتوز يعني ناس هوايتها التصوير بيصوروا بقى بالكاميرا وبيعملوا فوتو سيجن وحاجات كده طبعا ايه جميلة يعني يصوروا افراح يصوروا خطوبة مثلا احد حباب مثلا موديل او كده بتتصور بيه بيعرضوا برضو حاجات جميلة يعني اماكن اماكن حلوة اه ممكن بيصوروها او كده ففي ناس هوايتها التصوير بعد كده عندنا اللي هو الغناء او الغناء طبعا كتير جدا من الناس بتحب ان هي تغني تغني في اي مكان وفي ناس تحب تسجل السوت بتاعها مثلا وفيه اصوات حلوة كتيرة جدا في مصر وفي اي دولة برضو في الدولة العربية برضو فيه اصوات حلوة كتير برضو بعد كده عندنا listening to music الاستماع للموسيقى في ناس هوايتها ان هي تسمع موسيقى كده ترايح اعصابها من ضغط الشغل مثلا اه 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 احب تسمع موسيقى مثلا مختلفة متنوعة كده playing the drums playing the drums يعني يلعب على الدرامس او هوايته ان هو بيهازف على الدرامس العصف على الدرامس دي هواية playing the guitar العصف على الدرامس وطبعا فيه ناس كتيرة بتحب تعزف على الدرامس وهو طبعا ائلة جميلة جدا working out working out اللي هو الناس المهتمة بالرياضة working out ممارسة ايه الرياضة وطبعا التناسق للجسم بالنسبة للبنات بيحبوا ان هم يحافظوا على جسمهم ويبقى متناسق وكده برده عشان يبقى مظهرها كويس جدا و بالنسبة للشباب برده بيروحوا بقى جهم مثلا كده والرياضة برده مفيدة جدا للصحة ولازم برده نمارس الرياضة doing gymnastics يعني العاب ايه؟ العاب اللي هي طبعا بتدي لياقة ونقدر نفتح قود ويبقى نفسنا طويل في الجاري مثلا الوهد لو حابب مثلا يعرف مثلا يجري يعرف يمشي كويس يعرف في نط مثلا حبل او حاجة في ناس بتحب ان هي ايه؟ تمارس رياضة اللي هي بتدي لياقة للجسم طبعا ده بقى بتبتدي من صهرك بتبتدي تعمل مثلا الرياضة ديت بحيث ان هو العظم بيبقى لسه لين والجسم بي ايه؟ بياخد على اللعبة وبتقدر ان انت يبقى عندك ايه جسم متناسق وجميل جدا وهي برضو بيبقى فيه بيديك صحة وطول عمر ان شاء الله يعني كله بأمر الله بس يعني برضو ايه؟ بتحافز على الجسم يعني هي كرياضة بتحافز على جسمنا جدا ونصيحها لكل البنات ان هما يلعبوا الرياضة ديت جميلة جدا وكل الامات برضو ممكن تودي بناتها ان هما يلعبوا الرياضة ديت لان هي رياضة بيتحافز على اللعبة الجسم جدا وفيه اولاد برضو بيلعبوها بس طبعا هي ايه؟ الاولاد كاراتية بقى او الحاجات اللي هي الشديدة دي شوية هي ديت اللي ايه؟ بتبقى اهتماماتهم اكدر طيب بلاينج فودبول طبعا مفيش حد ما بيلعبش كرة بلاينج فودبول كل الناس بتحب البلاينج فودبول بتحب هواية ايه؟ لعب الكرة القدم ده اللي عائلة الصغيرة بيلعبوه في الشارع بالكورة مفيش كورة بيجيبو اي حق يعملوها كورة ممكن ازا بلاستيك فاضية يلعبوا بيها على انها كورة عادي يعني فكل الناس مدمنة كرة القدم سكيتين بوردنج سكيتين بوردنج سكيت بوردنج سكيت بوردنج اللي هو رياضة التزلق او اللي هو زي البتناج والسكيت بورد والحاجات ديت طبعا دي من الرياضات الممتعة جدا والجميلة جدا بس خطر برضو اللي ما عندوش توازن بس هي رياضة جميلة جدا وممتعة جدا جدا في السكايينج بقى السكايينج اللي هو التزلق على الجليد سكايينج بمسميه سكايينج التزلق على الجليد ودي برضو من الرياضات الممتعة جدا في اوروبا وطبعا وفي الدول اللي فيها تلج وكبال تلج وكده تبقى حاجة ممتعة جدا ان انت تنزل من على جبل مثلا وتتزلق من عليه وبكده يكون انتهى معانا هابز وفوكابلاري هابز اللي هي اقولنا هوايات وفوكابلاري اللي هي معاني كلمات اتمنى يكون الدرس عجبكم وما تنسوش تعملوا الفيديو لايك واللي ما اشتركش يعملي سبسكرايب للقناة شكرا جزيلا شكرا جزيلا